النهاردة انبي والمقولون العرب تعدلها ايجابيا اتنين اتنين بطريقة دراماتيكية جدا علي فوزي تقدم لانبي في ديئة عشرة هدف كان من المفترض انه يحبط المقولون العرب اللي بيحاول يبعد عن مناطق الخطر ومناطق الهبوط ولكن محمد سالم المتقلق هذا الموسم مع المقولون رغم النتائج السيئة قدر يتعدل في ديئة ثمانية وتلاتين وبعد كده احمد عمين اوفى سجل هدف التاني المقولون العرب في مرمى في ديئة ستة واربعين وبعد كده تعادل علي فوزي لانبي في ديئة كان بقى في ديئة مية وستة مية وستة من ضربة جزاء خسر المقولون العرب المباراة ديئة كان بقى ديئة ستتاشر كم كده آه ستتاشر ستتاشر دقيقة في ديئة ستتاشر من الوقت المحتسب بدأ من رضايا عدنا ستتاشر دقيقة بعد المباراة وخد دقتين كمان بعد ضربة الجزاء فانت بتتكلم في خسارة نقطتين غاليين جدا للمكونون العرب جدا كل عرب بعد المباراة اصدر هو الاخر طبعا انتوا عارفين احنا عندنا البيانات باليوم يعني النهاردة ايه اخش لك الحالة اقول لك البيانة النهاردة جاي منين جاي من الاهلي من الزمالك من بيرامدز من المصري من الاسماعيلي من المقاولين من سيراميجا كيلوباترا من فيوتشار من كل الانديا بتطلع بيانات فالمكون العرب بتطلع بيانات مش بنتقد الفكرة يعني نقولك بس الاحداث اللي احنا عايشين عشان كل واحد بيحاول يقول انا عندي حق فما قدرش اقوله الوم يعني بس اعنشوف البيان المقاول العرب قال استمرارا للكوارث التحكمية التي تعاني منها مصابقة الدول المصر الممتازة هذا الموسم وللمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاول العرب لاخطاء تحكمية مؤسرة نعاني منها اشد المعاناة في توقيتات يتطلع فيها الجميع للحصول على حقوقه فقط وتضرب هذه الاخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض ان تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تصفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق نادي المقاول العرب وهو يتقدم بشكوى للتحاد الكرة وربطة الاندية اعتراضا على طاقم تحكيم مباراة الفريق امام انبي والتي اقيمت بالجولة 29 للدولة وقادها تحكمية الكابتن عاطف حسين وقاد غرفة الفار الكابتن محمد الصباحي يؤكد انه في ظل وجود تقنية الفار احتسب حكم المباراة ضرب الجزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكم الفار والذي من المفترض ان يكون وجودهم على التقنية لتحقيق اكبر قدر من العدالة ولم يراجع نفس الحكم ضربة جزاء للعب بالمقاول العرب عمر سفيولا في ديئة 32 من الشوت الاول ولم يراجعوا حكم الفار كما شابت المباراة اخطاء غريبة باحتساب اخطاء مؤثرة لا اساس لها من الصحة على مدار المباراة وقال المقاول العرب بعد كده ان ضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسبها لا تستند على اي قواعد تحكمية فلاعب ان بيسدد الكرة دون اشتراك وخرجت خارج المرمى قبل ان تلامس احد وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الاصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق ما يحدث يؤكد ما حضرنا منه في خمس خطابات خمس خطابات رسمية سابقة دون تحقيق او رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدورة ده بيان المقاول العرب مش هعلق عشان زي ما انتوا معتدين البيانات بقيت كلها ايه شباب بعض وكله معطلت عالتحكيم وكله مش عاجبه المسابقة وكله مش عاجبه النظام وكله مش عاجبه اي حاجة فهنفضل عايشين كده لحد ما الدورة يخلص فربنا يسهل الحال والدورة ده يخلص ده احنا لسه هنخلص امتى يا شباب عشان تفتكروا معايا خمستاشر اغسطس يعني احنا فضلنا قد ايه كده فضلنا ستة اسابيع كتير كتير لو ستة اسابيع كل يوم بيان كتير فربنا يسطر وتعدى على خير